موسيقى حلت بعد ظهر الجمعة بمراكش المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على رأس وفد من الصندوق للمشاركة في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي المزمعي عقدها من التاسع إلى الخامس عشر أكتوبر الجاري وعبرت السيدة جورجيفا خلال استقبالها بمطار مراكش المنار الدولي من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نديفتاح عن سعادتها بالقدوم للمغرب للمشاركة في هذه الاجتماعات إنني جد سعيدة بتواجدي بالمغرب وفي مدينة مراكش من أجل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المغرب بلد رائع بشعب قوي ونحن هنا جميعا من أجل إظهار تضامننا مع هذا البلد الذي أحب هذا الحدث العالمي الذي يعود ليقام في أرض إفريقية بعد خمسين سنة من الغياب يشكل فرصة لتحقيق التقارب بين مكونات المجتمع الدولي في ضرفية تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل مناسبة جد هامة للتطرق ومناقشة العديد من المواضيع الرئيسية التي تهم مستقبل العالم سنستقبل بحفاوة كبيرة أزيد من 14 ألف مشارك من كل بقاع العالم الاجتماعات ستشكل أيضا مناسبة لتدارس الرهانة الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل كما يتضمن برنامج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم بالخصوص أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19 والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي اشتركوا في القناة